اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هناك عدة نقاط أشير إليها في هذا الموضوع النقطة الأولى المتعلقة بالإي بي أدرس الإي بي أدرس هو بمثابة البصمة الإلكترونية بمعنى أنه لا مجال للقول بأن هذا الحساب الذي أنشئ وحتى غير من الحسابات لم تأتي من قطر يعني هذه مسألة محسومة تماما إذن الحساب صاحب الأحبار أنشئ في قطر فعليا ووجه بشكل مباشر لإشعال شرارة الأحداث في البحرين كما حدث في عام 2011 وبالتالي هذا الأمر يرد عليها النظام القطر ويفسر لنا مدى تورطه في مثل هذا الأمر أن الآن تبين لنا أن الدعم الذي جاء من النظام القطر لضرب الأمن والاستقرار في البحرين لم يكن فقط دعما سياسيا أو ماليا الآن تبين أيضا دعم إلكتروني وهذا موثقة من الإي بي أدرس موثقة طبعا من الإي بي أدرس وهو كما أشرته بمثابة البصمة الإلكترونية إذن هناك دعم سياسي على أعلى المستويات من قبل النظام القطري وكان ذلك واضح من خلال تواصل مستشار أمير قطر مع أحد عناصر جمعية الوفاق أيضا دعم مباشر من رئيس الوزراء القطري السابق بتواصله مع أيضا رئيس أو أمين عام جمعية الوفاق المنحلة هذا الدعم السياسي هناك دعم مالي تبين من خلال كشف دور أحد رجال الأعمال في قطر والذي قام بإرسال حوالات كثيرة إلى البحرين أدت إلى استخدام هذه الأموال في عمليات إرهابية ذهب ضحيتها عدد كبير من رجال الأمن ما بين شهداء ومصابين الآن يتبين الدور الإلكتروني من خلال هذه البصمة الإلكترونية وإنشاء الحسابات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البحرين وهذا الحساب نشط في ما بين العامين 2011 و2012 ثم توقف بمعنى أنه أدى المهمة المطلوبة منه وبكل تأكيد هناك حسابات أخرى تم إنشاؤها في قطر لنفس الغرب أيضا هناك نقطة مهمة جدا أود أن أشير إليها وهو أن أربط ما بين هذا النوع من الممارسات هذا الدليل اليوم الذي تم الكشف عنه وهو هذا الحساب أريد أن أربطه بالحالة الإماراتية دولة الإمارات العربية المتحدة سبق أن كشفت سيناريو مشابه بالضبط لما حدث هناك عدد من الحسابات التي أنشأت على موقع تويتر وكانت تقف خلفها الاستخبارات القطرية ووجهت لهدف ضرب الأمن والاستقرار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما تم اعترافه من قبل أحد أحد عناصر الاستخبارات في قطر وبثت الاعترافات وكان الهدف هو الإساءة إلى الرموز في دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة التحشيد خروج على النظام وغير ذلك إذن نحن نقف اليوم أمام سيناريو مشابه بل متطابق وهذا يعني أن ما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة وما حدث في البحرين وما حدث في مصر أساسا جميعه يأتي من ممول ومن مصدر ومن وكيل واحد هو النظام القطري أنت كيف تقرأ ذلك من خلال تشابه هذه الحالات في البحرين أو في الإمارات أو حتى في مصر أنا أعتقد أن النظام القطري هو يقوم بتنفيذ مشروع كما أشارت الزميلة الأستاذ سوسن مشروع أكبر منه بكثير وإذا كان النظام القطري يعتقد بأنه لو تمكن من إسقاط الحكم في البحرين أو في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات بأنه سوف ينجو ويسلم بعد ذلك فهو مخضر في الواقع الرسالة التي نوجهه هنا اليوم هي الرسالة للشعب القطري نحن نعلم لم يعد الآن هناك مجال للنقاش بشأن تورط النظام القطري في محاولة إسقاط الحكم في البحرين هذا أمر جميع القرائن باتت اليوم متطابقة وواضحة فيما يتعلق بتورط النظام القطري لكن الرسالة في الواقع هي إلى الشعب القطري الشقيق والذي نثق كل الثقة في أنه لا يمكن أن يقبل ونتحدث عن الشعب القطري الأصيل وليس من أتي بهم المرتزقة في قناة الجزيرة وغيرهم نتحدث عن الشعب القطري العربي الشقيق ذو الامتدادات الواضحة والاستراتيجية والجغرافية والتقليدية والاجتماعية العريقة والطويلة مع باقي شعوب المجرس التعاون الخليجي لا يمكن أن يقبل الشعب القطري بأن تقوم الحكومة القطرية والنظام في قطر بممارسات من هذا النوع تهدف إلى إسقاط الحكم في البحرين أو إسقاط الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المملكة العربية السعودية لأن سقوط أي واحدة من هذه الدول يعني سقوطا لمجلس التعاون الخليجي بأكمله وبالتالي يعني خطابنا اليوم موجه للشعب القطري لا يمكن أن يرضى الشعب القطري بمثل هذه الممارسات من قبل حكومته ومن قبل بعض رموز السلطة هناك وهذا في الواقع يفتح الباب على مصراعي للتساؤل والتكهن حول النتيجة النهائية التي يريد النظام القطري أن يصل إليها في حين أن سقوط أي حكومة من حكومة دولة ما تستعاون الخليجي سوف تعني بالضرورة سقوط النظام القطري في نهاية المطاف نعم لأنها في نهاية هي منظومة واحدة ولكن دكتور تحدث عن هناك دعم حول عدة مسارات هناك دعم سياسي هناك دعم مالي والآن هناك نكتشف دعم إلكتروني حول هذه الأزمة إلى أين سنسير الآن مع النظام القطري بعد اتشاف مثل هذه التدخلات وهذه النصاح التعبير المحاولات لزعزعة آمن والاستقرار البحرية أنا أعتقد اليوم كما يقال اللعبات على المكشوف يعني اليوم فقط لننظر كيف توجه النظام القطري إلى إيران وهو لم يتوجه إليه في الواقع هو قام بكشف الأوراق وفي السابق كانت العلاقة من تحت الطاولة الآن باتت العلاقة فوق الطاولة والعلاقة موجودة وهذا جيد جدا للشعوب الخليجية والعربية حتى تعرف حقيقة النظام الحاكم في قطر وحقيقة السياسات المتبعة من قبل النظام القطري ما حدث اليوم هو أمر مهم جدا مملكة البحرين كشفت العديد بل أهم القراءة والبراهين كشفت من قبل مملكة البحرين التواصل من قبل رئيس الوزراء القطري السابق ومستشار أمير قطر دور المال القطري واليوم الدور الإلكتروني بهدف التحشيد وضرب الأمن والاستقرار في البحرين أنا أعتقد ما سوف نتجه إليه اليوم هو المزيد من المصارحة والمكاشفة تجاه النظام القطري ومن الجيد في الواقع أن النظام القطري بادر بشكل واضح إلى كشف علاقاته مع النظام الإيراني وكأنه يعلن بشكل واضح وصريح لعلاقات تربطني مع النظام الإيراني وهدفنا هو إسقاط الحكومات في الخليج هذا ما سوف يدفع حكومات ومجل التعاون الخليج والدول العربية إلى مجابهة النظام القطري ومنعه من تنفيذ الأجندة التي يقوم على تنفيذها نحن نعلم أنه لا يمكن أن يقوم أي نظام بهذا القدر من التمويل للإرهاب وبهذا القدر من الدعم للشخصيات الإرهابية لا يمكن أن يقوم بهذا النوع من العمل دون أن يكون هناك بعض الأضواء الخضراء التي يمونحت له لذلك نحن نعلم أن من يقف خلف النظام القطري هو شيء أكبر من النظام القطري لكن في جميع الأحوال الضرر سوف لن يقع على أي دولة من دول مجلس تعاون الخليج منفردة وإنما سوف يطال جميع دول مجلس تعاون الخليج وهو ما ينبغي على النظام القطري أن يعيه وهذه في الواقع رسالتنا التي نوجهها للشعب القطري بأن ما يفعله النظام القطري من محاولة لضرب الأمن والاستقرار في البحرين هو في حقيقته محاولة للإضرار بالشعب القطري لنفسه لأن الشعب القطري لا يختلف عن شعب البحرين وشعب السعودية وشعب الإمارات أو باقي شعب دول مجلس تعاون الخليجي ما يمس أي دولة من هذه الدول من ضرر سوف ينعكس على قطر في الداخل من دون شك بلا شك جميعنا امتداد للطرف الآخر الكاتب والمحلق السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة شكرا جزيلا